تفين بالفرحات على راديو ميد مرحبا بكم من جديد تسعة وخمسة واربعين دقيقة على موجات راديو ميد مزلتنا ربع ساعة في عمر البرنامج اليوم حبينا نختم بشوية خبائراتها كخفيف بعيدة على السياسة وضغط السياسة التصوير لنفورة مطار كرتاج خليت في المدة الأخيرة المسؤولين يتحركوا والحديث اليوم على الاستغناء على النفورة هذه المعروفة متع مطار كرتاج اليوم يبدو أنه بسبب الحالة المزرية يمتاح وبيضيق المكان بش يتم التخليق عليها والأعلان استفيرنا رسميا على أنه في إطار توسعة في مطار كرتاج النفورة هذيك بش تتنحها وديجا بش يتم نشر الاستشارات في الغرض فيما يتعلق بمنظومة الشراءات العمومية في الموضوع هذيه وكيفيش تصير توا عملية التهيئة والله إهيرة محررة ومعناها ما كانتش خايبة كان فيها شوية لهوة هكا وينظفوها ويريقلوها مايش خايبة منظرها مزيين لكن زادة منعرش إذا كان عملية الاستغناء على النفورة هذيه بش تساعد ولا تساهم في توسعة على الأقل فضاء الأمامي هكا بتاع المطار وخلي شوية سيركلاسيون تتحرك وإلا يزين شوية الواجهة متاع مطار كرتاج هو الحق مطار خايب يسر خايب خلاص قل كل صراحة مرها نشيت المطار بلان كيتو زادة خايب وعرضتني صحفية المانية غاديك قلت لش بيه مطار خايب قتلي مطار وروش سما بادي يقولوا خلي هكا لأنه فيه ذكرة قلت للا الخيوبية مرها ما تكون ذكرة مزيينة مطار توس قلتاش خايب يخي إنو نافورة شافوا كالنافورة شوفوا كل حالة والذنية والعباد كيلي خارجة وكيفاش الدربوزة عاملينو الحديد والعباد كيفاش تبدأ وقفة وكل لود العاتي عجربوعي القريع عجربوعي الخايب وكذلك اللي قدام المتار شلو تلقى عبيد يعني غريبة وجوه مكفهرة وناس تحت حس بس وتربندو وحكايات وكلها بما فيهم الصورات العسمية بما فيهم سامحني تكسيستية وغيره مفروض وأنه أولا ساعة متار توس خطاش بعدش شوف هذك تعمل ع 72 هين وسبعين أنا ذاك لأنه بابا كان أسفل ياسفل العرحم وكلنا بشي معاه كان لعوينة سافرهم لعوينة ولعوينة كان يهز فريشتوا نشوفوه ونكلموه معناها حتى وبشي طرف الطيارة بدون نكلموه فيه نقعد وسامة كيمة الشرفة هكا بعد عاملو داشتوا بورقيب عام 72 ثم أصبحها بالخيوبية بما كان تواب عنها تحصل الطرقات لقدام وقال وقتها يشمل شي شي سيتا بوجي سخكتورون قندرة قدام المتار أما هو حال حليلة اللي عندك هي الميزيريا يعني سمحني أنا كنت صغير كانوا يكلموا في الكيلان وفي التاكسيات ممنوع البوساق والحديث مع السيق لاني كنتشوف المتار يعني ماذا بيك تدخل عينيك بغمضة بصراحة أولا يلجم ليلوغار هذيك المتار يربطوه بمتار العوينة ويبنوه متار عصري أفك للترمينو وتحط فيه الخام وتحط فيه كيما متار الربات ولا متار كازا ولا متار ألجي ولا متار قهرة ولا متار إستنبول ولا متار وتطور الأمور ما عالش نجي بتقع لكيك جيت كال في النفرة خط خط التصوير وكذا هكا حلول ترقائية كتابة تقدم المتار أول صورة تشوفها خايبة ثانيا من طريق المتار بمسخة ثالثا تدخل من طريق المتار تدخل المركز ذاك الشمالي ذاك العمراني الشمالي اللي عملوا فيه هو تيل من أكبر وثلاث العرب وشوف الحصالة أنتايشة فيه ولا حتى البقرة تحوس غادي الكريب السايبة تحوس غادي شو البلدان الساعدة لكلها نظيفة والبلدان المتهاوية لكلها ممسخة تونس كانت نظيفة بالقدير حتى وقت منالية عام التسعينات القدر الماضي بقى تونس توسخت من الألفية بداية الألفية وانتي راجع توسخت ياسر دونك مطار تونس خلتاج يزين من الحلول الترقيعية مشاوا أكنهار مسؤولين باش يشوفوا هال التوخير اللي واقع في الجايان وفي الماشي وغيروا وخرجوا قال يجاوا قبل تس ساعات وغيروا الله يبرك ومطار لوندرا تنجم تستنى فيه ساعة ونص ورساتين ومطار جينيف كيف دا كوردو أما ترقى ثماء انسياب على أقل بتاع رغضو ما سديه ذو ما سيسميهم دي هب معنى كما القاهرة والفرانكفورت والا اسطنبول والا هيثرو والا باريشة الوسيشة الدقول هذو ما هب يجيوا فيه معنى تايارات بتاع اللي لونكوليية وكل دقيقة يجب تزوز تلاثة تايارات ويقروا تزوز تلاثة تايارات أما أحنا سمحني لونك الحق ما نشو موافقين واعتبروا أنه بلد التونس والولاية كذلك مقصرين في هذه المسألة ووزارة التجهيز وكذلك وزارة النقل وديوان الموانئ والطيران المدني بصراحة تدخل وتخرج تلقى كان الواكس والجينية والغبن والخيوبية والوسخ والنسخ والحالة والظنية والعبادي وجوهها مكفى هلا بينسول يخدم في الظروف هذه تقاهم كشمر وحالة حليلة تسلم عليه بالسيف يعملك هكا ولبسهم لكي فيش وبرأ عادة هيت باك الحكاية الأخرى اليوم بصراحة يرم وقفها حازي ما وحازي ليس المشروع تحسين جدي سوفيان أضرب بيد من حديد تبق القوانين أضرب بيد من حديد الفساد والحكاية تياري وأعطي الجمالية والجمال مشروع يكون جدي متاع توسع ومتاع تنظيف ومتاع مش أخوية تكسية في المتار أعطيه أنتي حتى سيبونسيون بس كسوة معينة مميزة للتكسيات في المتار وتكون تكسيب تاعو دي منظيفة ونوع معينة من التكسيات وعطيه يكون أمتياز بش يكون غاديكا والتنجم أنتي تعاونوا خطر هما يعاني والتكسيستية لو طوى أما أنتي إذا ما هذكا الصورة الأولى الثانيا والله يا سيدي وتبرح حد لحد ماشي لوتيل بشي قابل جماعة بشي القمر بالله العظيم لا تسميشوا بلايك في تونس زر الزيعة 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 نقول طوى أنا تونس معناها أنا عرفها مليحية تنجل أنا مغارفتها الزلاط بلتين وثلاث بلاكة صغيرة سنو كولتريانا وشوف كلي الكريب السايبة والياجور اللي مكسر والجلبة علي ففتنية والحشيش اللي طالع توا شوف حمامات توا ونابل وكل شي شوفوا الجلبة وشوفوا السخ وشوفوا السخ وشوفوا السخ وشوفوا الحشيش وشوف كي تخش من قرومباليا بيش تمشي معناها من تركي وانتي ماشي النابل وشوف كلك الأشيار يتراها مخيبها تونسي يحط المشموم ولا شعب في العالم عمل هكا ويشرب معناها من البقار ويحط فيه مزهر ويحط معناها العالم بتاع التاي متاعه ويحط الصفرة ويحط الميديا كل شيء منايف ومهفه في تونسي ويحب الزيانة علاش تونسي الواقع متاعه ومهوش هو علاش على خاطر عندنا السلطة متاع وكس متاع وسخ ومتاع حالة متاع ذني دونك المتار هذك فيه نفورة فيها مشكلة كان ثم نفورة في ساحة الجزيرة كيف كيف نحات كان ثم نفورات وجدوا في ساحة بلشالونة والتي توا فيها الصبار والصبار يطلع كان في المقابر يعني بكل صراحة احنا شعب مقالين العزم احنا وانا معيز باش نكونوا اعداء الطبيعة والمسؤولين متاعنا ليسوا مسؤولين بل على قل في القلم هذا معيز هما ضد الطبيعة بربي على ذكر الذكر المسؤولين البرح لانو برشع بين البرح ثبتت سوفيان في الاجتماع الوزاري البرح يبدون انو الزيالة البيئة مش موجودة وزير الفلاح أزادك كيف مش موجود وزير الفلاح وزير النقل مش موجودين بان وزير البيئة ما انتباتش وزير النقل خاطر خرجت معلومات على انه ثم ربما تحويرات وزارية بشتشمها على كل حال انا رجعت الفيديوهات ما نظمتش انه نثبت بالقديه هل كانوا موجودين خاطر تصويرها واخذين هاكها بالطول اذا كانوا موجودين ولا مش موجودين على كل حال كثما حاجة بطبيعتها نعرفها خلينا نمشيه الى قضية سوفين اكيد انت تتبع ونعرفك متخليش الامور هذية تفوتك القضية متاع جوني ديب وامبر هيردل القضية هذية لي مش شغلة توينس انا والله اتفاجأت البيرح لتوينسا يتبعوا فيها القضية هذية متاع الطلاق وتشهير والدعوة لترفعت البيرح لعالم الكل تويتر اكتسحها فيسبوك كيف كيف الانستغرام كيف كيف كل مواقع التواصل الاجتماعي تحكي على جوني وامبر على القضية متاعهم خاصة ان بعد قضايا والجلسات فوز جوني ب 15 مليون دولار امريكي كتعويض لهو من طريقته بعد عملية التشهير واعتبروها انها ادعا تتعرضها للاعتداء الاسري والزوجي وكل التهمة ذيكات لفقتها لزوجها ما عندها حتى علاقة باعتداءات وما تبرستش عليها الاعتداءات اما زيدا كيف كيف حكمونها مليونية دولار امريكي تاخذهم من جونيا ما بين 15 مليون دولار امريكي ويقول وثروتها فيها ثمانية مليون دولار اكا هو برا ما هو باش تقعد مسالة اه معاه في هالقضية ذي لشغلة الرأي العام اه العالم ويتحكي رأيه على موضوع مهم جدا 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 هو العنف الزوجي ولا العنف الاسري هو الحق العنف الزوجي ولا ادعاءات وكذلك اله الناس المنتصرين انا كيف كالحق شفت امبر هيلد اه هي معناها عملته سلب على اه ما يبدو ويقولوا هو كذلك عملها اه سلب لكن اه هي اه حكم عليها معناها بشكل كبير اه جدا ولحظت لي سميسا ليس منتصرين الحق انا الحق ما تباتيش انا تمام المعلومات اني تابعهم يقول وانجلينة جولي عملت هكا ولفلانة دا كوردو معنا نتعد عليهم مرة الكلام لكن الحق قادت بهت وانو عندهم مناصلين في تونس وعندهم نشت Amanha قاتلين الواحم على الحكاية І і القضية جلسيت التابعة مباشرة اتي تعملت جلسيتها sempre �� واشتله عائل Litaisان وفرانك درج وخasingوي عباقله عباد تنتصروا Oj FAimy haboshi انتصروا لالحكاية هذه behaviors وشنو والي امبرتان دي پروسي الحق ام حاجة اليوم هالبلوغوسفير وهاله انا حقه بحومشي سخطب. بالكثير من الناس اللي يظهروا في الانستاغرام يشابوا هسوا بعضهم. ما تشفق بيانت. يمكن يجيب لي اختي ومارتي. هو تارف علش في امريكا. كلها معنى نفس الشفيف نفس الرجوع نفس الصحنة. فهمتني. هو تارف علش سوفيان في امريكا وفي العالم معنى واخذين الصداي برشا القضايا كيف من هذي. لانه راو هما غديكا ياخذوا القضايا ذي بمحمل الجد برشا. والعقوبات تكون كبيرة برشا. وحتى تأثير على المسار المهني للف النينة راو يتربط بقضايا كيف من هكا. معناها حتى وكين يكون نجم كبير معناها ويتورط في قضية كيف من هكا. يتم إلغاء العقود والأفلام معه ويقاطعوه. تحتيم حياته. وهو راو لده بالحق هو طول امريكاني والعالمي فيش اختلف وحنا كي امريكاني يقام امريكاني ما شفووش عنده عامة وستشول ولا جارو. يحكيوا مدد ساعتين مع بعضهم يحكيوا الساعة ساعتين غيربوه على العائلة على ولاد على الكلب على المسهد وغيرو. شوية عاسية احنا العكس. حكيوا ساعة غيربوه على سياسة. اما بالحق هو المسالة الشخصية. وعندهم زادة صحافة مختصة. الكتابلويد وكالصحافة اللي انتشوف في فرنسا معناها مثال ثمانيس ولا وينزعوا لهذا مبدو بها الانجليز والألمان. اما بالحق المسالة خطر 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 ساعة كبيرة. خطر اللي عم في الزوجي. اي. انتشوف اللي عم في الزوجي عندهم مرفوض. ناش خسرت فلوس زرقة. يجي يقول لك انتدروا عام 1967 غذر لي غذر على جنب. يسكوه بالوقت ويتضرب ويت بتاعه. ويقطعوه وتصيل اشياء. بلحق خطر هما عندهم ما يسمى. اي. والا يكون مثال. احنا معناش ياسر يمكن موجود عنده جاتسات. معناش ستال سيستام احنا حتى. احنا حتى قضايا يبدأ عنده مشهور وعنده قضايا كيف منها. اما فيتوم تراها ياسر وانتصروا ياسر لعباد وشبته. ولحفت ياسر لسانة نسيت شبته فيها. خطر يتبع الجلسة يعرف اللي هو كانت معناها لما يدي عنه. ايه هو اللي كان متعرض لعم في مشهية. والا دونك انا قطبهت كيف كل ب معناها. ناس عارفهم سريو ومنتصلين وحاطين دبهم في المسالة. قلت بو يمكن انا فيو جو خد شاريب اذا ما نتبعش المشاكل لكن كيفهم. اما لاحظت لي ثم عبادة عاملين تدوينات ومنتصارات وانا قانية وشو شربو الشاربات وحاجات كي هاكا. ثم زواهر جديدة. ان شاء الله في 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 بلدنا نهتموا على الاقل بالقضايا. ذي خاصة انك تبدأ رأي قضايا كيف من هاكا متعلقة بنجوم وديستار معناها. اراه مش معقول اليوم نلقاو فنان ولا اعلامي ولا شخصية معروفة. يتجبد في قضايا هاكا متع قضايا اعتداء اه جنسي والا اعتداء بالعنف والا قضايا خطيرة ومن بعد ان يرجع عادي وكأن شيئا لم يكن ويمد معناها وجهه في المؤسسات التعلمية ويتكلم ويحكي في فيسبوك وفي انستجرام وغير. ويعلق وسياسي. اه اه اه. احنا احنا قضايا اخلاقية سوفية. لانو لانو الغبار. هم يخزرون لها غزرة اخرى. الغبار يعتبروهم مثال احدى ذلك. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تقابلوا ان شاء الله غضوة مبقى لكم باش نقول لكم في لامين توتسويت جيكم صفة في موجز الا عشرة باي باي